اشتركوا في القناة وبعضكم مش موجود حنة اذا شفناكم كلكم موجودين فرحنا والله عجب انت ليش تضحك في شيء معاشبك والله ترع قال يضحك من اول ممكن الحركات هذه مو علينا والله محب الحنية كلها فوق الكاميرا طيب يا شباب حياكم الله العقبة ولا عقبات امام همم الرجال ولم ارى في عيوب الناس عيبا كنفس القادرين على التمام باذن الله تعالى كلكم قادرين على اتمام المهم اللي مطلوبة منكم وعلى انكم تقتنصوا الفرصة يعني وتستثمروها خير استثمار اي انت في احد مزاعلك جامي تأخر لي جامي تأخر لي طيب ماشي ولا عشان معاك الدرع يعني ضامن الموضوع انت حياكم الله جميعا حيا الله كل المشاهدين اللي قاعدين يتابعونا الان الهاشتاغ حيولى بعد شوية قولوا ليش ليش ما عجبتني ليش والله ليش كده ممكن كده ممكن يا جماعة اولا نحن وعدنا الجماعة وقت فقرة المخطط تمام الفقرة اللي كانت درجة حرارتها مرتفعة جدا وعدناهم بجوال تمام وهذا الجوال مقدم من ما تجركن سرايا للاتصالات يعطوهم العافية كل مخطط باذن الله تعالى حيكون معانا جوال هل جوال مو نفس الجوال نجي بجوال تاني طبعا طبعا على فقرة العقبة نجعل السمهور يشاركنا ويتوقع منهم السبعة اللي حيشرفوا هنا يتوقع واحد منهم فقط واحد فقط يتوقع ويكتبه في الهاشتاغ ويربح كمان جوال أنا ما قلت جوال ها اللي قال جوال جوال يربح جوال أنا قلت جوال يربح جوال يربح جوال يا فليال أنا ما قلت جوال شرايا قالت جوال يا جماعة والله هم قالوا جوال بدلاً جوال جوالي أنا بدي أكمل لكن من عارب يش اقول الله بدل الجوال بدل الجوال جوال بدل الجوال بدل الجوال اه ما يبغى لا واحد زي واحد ولا يبغى لا واحد زي اذنين اللي يبغى يخل الجوال يسجل اسمه واضح بس يأخذ لا واحد يحتاني عاوانكم يا شماعة ماء الشبع الموجودين هنا يقولوا اختارووا وقد أكسبو والله أتغنوا الجوال كم كم الثاني طيب إذا ما طلعت من ضمنهم حتى لا يخاءه سينني إذا ما طلعت من ضمنهم أنا أوجهها لك الكلام إذا ما طلعت من ضمنهم إذا ما طلعت من ضمنهم أنا من عندي جوال وإذا ما قمت beetkat بأرضكم شاهدين الجوال بدل الجوال وإنت لا تأ Очень جوال طيب بما أننا في طار الهجوالات يا جماعة أولا نحياكم أنت قاعد لحقب اي فقرة تبعي تجي متأخر يا فالح ايش اللي بيني بينك يا فالح مع اني والله انا احبك يا فالح مثل ما احبهم كلهم والله من اللي جاء متأخر بعد عشان نشوف نحبه لما نحبه لازم والله تشده حينك تشده توا والله كنت في عزك الله بدور تمي ماشي اللي عنده العذر دانا يقوله مرة ثانية يا ما تسروني مرة ثانية حتى اسألني الرجاء اصيري قاعد ينبهني جزا الله خير يقولي عقالك ترى ممكن اشيل وفتك مني والله ممكن اشيل يا عميش بدون عقال عادي الله اقابلك بعقال ولا بدون عقال اقابلك بروبا شيل الشمال شيل الشمال الزين زين الزين زين لو يلبس بيظهر عيد خيشة فالح حبيبنا يعطيك العافية ممكن تاخذ موقعك بعد ذلك شكرا شكرا طيب يا جماعة حياكم الله في العقبة حيا الله اللي يتابعونا اللي اليوم الهاشتاك كم؟ 22 الفرصة كم؟ 22 وقلنا لكم اللي يبغى الجوال المقدم من سرايل الاستصالات سرايل الاستصالات عليه فقط يكتب ويتوقع واحد فقط من اللي حيطلعوا ويكونوا غدا ان شاء الله مع الزياد الشهري ونقول له مبروك حتى تدخل معنا في السحب وتربح جوالي طيب العقبة حنا عارفين اني جاية على جزءين جزء الاول اللي هو ايش الدورة اللي اخذتوها في الايام الماضية ونرحب بالمهندس محمد السمان اقوى ترحيبة كده بنصف اقوى نلقى طبعا مؤسسة المهندس المحترف للتدريب على صيانة الجوالات بما اننا نتكلم على الجوالات يا جماعة أذكر الدورة هذه عليها خمسين بالمئة للمشاركين أما الخمسين بالمئة المتبقية فهي على الرياليثي الواقعية في البرنامج بالإضافة للفقرات انضباطا تفاعلا ربحا بعض الأحيان مثل ما حدث في المخطط وما سيحدث في الأيام القادمة في الفقرات القادمة إن شاء الله طيب تبذ كل اللي عندي بسم الله عليك أكمل بسم الله عليك الله يديم المحبة بيني وبينه بيني وبينه رامو تنايا عراف في نظرة من عينه دنيا دنيا ديواني على زماني قوله دنيا ديواني على زماني شكرا يعطيكم العافية يا شواب طبعا هذه مهدات عارفين من؟ واحدة واحدة هذه مهدات للتغييرات الجديدة والرجل الذي كان يقف خلف التغييرات الجديدة اللي كانت مفاجأة للبعض وكانت مرضية للبعض والجمهور قد يكون له رأياني في الأمر بعضهم يقول لا الانضباطية أعجبتنا نبغى من هذا وأكثر حتى نشوف البرنامج يتغير والبعض يقول لا يا جماعة ما بدنا يغادر أي أحد من الموجودين نحنا عندنا واحد غادر واحد في الطريق غدا بنتعرف على المغادرة الثاني إن شاء الله ليه التنهيدة هذه ليه لماذا هذه التنهيدة في نمارس لا تديش لومنا يقول ليش سهلني كل بطنة قامت تنعم غدا إن شاء الله نتعرف على المغادرة الثاني من البرنامج نودع وحتى الوداع بيكون إن شاء الله على نغم جميل وكلام حلو وملحن من آداء ما حقول مين عشان لأنه ممكن هو يغادر هو اللي قاعد يشد من يعارب كيف تجي دي أصلا إذا كان هو اللي بيغادر يديها لايف يديها لايف ومماشي طيب يعطيكم العافية نرجع مرة ثانية للعقبة الجزء الأول من العقبة المهندس محمد السلمان حياك الله شلون شفت الشباب والله ممكن في الأيام الجاية نشوف واحد منهم ما شاء الله ما شاء الله يصبت جوال الحالم الغير ما يودي الورشة هو ما ما شاء الله عندهم الدافع وعندهم القوة أيوه تمام بس طبعا إحنا بنيقول إن دي بداية البداية دي أنت تستثمرها يعني معنى ذلك إنك إنت بس شوية شغلة على نفسك شوية فك وتركيب فك وتركيب الوزنية تعترف فك والتركيب بترجع لك إنت الله طبعا مع الاستمرار مرة في اتنين في التالتة تبصت لها نفسك بسم الله وهل تنصح الواحد منهم إن يجرب على جوال خواته وأهله ويتعلم على الجوالات هذه حاليا طبعا إحنا بيقول إن إحنا طبعا أعطينا الأساسيات المفاهيم المبسطة في البداية لكن طبعا التدريب عندنا في المؤسسة بنمسكك من البداية لحد النهاية بنخليك تفك الجوال من الألف إلى الياء حتى في سيانة الداخلية مثلا إذا كان سيانة في الأي سي هات أو الأجزاء الإلكترونية تمام بتعرف تتقنها في مبعث ساعات بنعطيك زيادة أيام كمان انت فهمني لو دينا إن إيدك لسه ما تزبطتش بنديك كمان أيام زيادة فوقه لـ 15 يوم بحيث إن إحنا مستحيل يطلع من عندنا غير لما يكون متمكن هذه هي فعلا صنعة في اليد ممكن للشباب يشتغلوها من البيت وممكن أيضا البنات يشتغلوها من البيت طيب إذن خلينا أذكر مرة ثانية مؤسسة المهندس المحترف قول الرقم اللي ممكن الجمهور يدق عليه تمام ويأخذ الدورة كاملة إحنا أخذنا جزء من الدورة لكن اللي عنده شغف إنه يكمل ويده يكون محترف في المجال ممكن يكلمكم ما طبعا ييجي يشرفنا عندنا فيه فرعين فيه فرع في شرق الرياض وفيه فرع في غرب الرياض الفرع اللي في شرق الرياض الفرع اللي في شرق الرياض دو الرقم بتاعه هنقوله طبعا يعني مثلا الاستاذ العاشل الشاشة مثلا أيه اكتبوه يا شباب على الشاشة ثل Ona ثلاثخمسات كتب الله ثلاثخمسات أيوان تسعة ستة تسعة تسعة تلاتة تمانية الله عليكم ثلاثخمسات تسعة ستة تسعة تسعة تلاتة تمانية هذا اللي بغي يحترف المجال تمام ويشرفنا في أي مكان إحنا عندنا الفرعين فرع في شرق الرياض وفرع في غرب الرياض لكن إذا شرفكم فهذا معناه أنه لازم يكون له خاطر أكيد طبعا أنه يجاي عن طريق البرنامج ولا لا أكيد طبعا نقول 80%؟ لا يعني تحيب لا أنت فكروا في العرض تمام فكروا في العرض وإحنا ممكن نعلنه في الأيام القائمة طبعا بالنسبة لي أنا ما قدرش أكلم لأنه ده طبعا شؤون إدارية أكيد أكيد الحمد لله من الفضل الله بتعتبر من الأوائل الموجودين في المملكة وفي إتقان وعمل هذا المجال جميل عدي الكلثة من عنده مداخلة ممكن نخليه يتكلم تحت أمرك تفضلي علي يا زيد فضلك من هذا المنبر في فقرتك حابة أوصل إن شاء الله أنه اسمع نبغى يعطونا إحنا اللي هنا عرض مجان أن الروح نأخذ الشهايد معتمدة في حد بغى يروح يأخذ الدورة كاملة أيوة أيوة ما شاء الله والله رحنا أغل الدورة طب خلا يا شباب لأننا وجدنا هذا الشخص صراحة والله فرق بصير طرح جميل يا شاء الله تحمسنا طيب إدارة البرنامج إدارة البرنامج تعيدكم بالتواصل مع المهندس المحترف إن شاء الله تكمل عافية يا شباب بيضا لو يجيكم الآن جينا لقضية اختبار ما تعلمتموه في الأيام الماضية ونقول كل ما إيش فيه عاد عاد المكان مصري عطول تدخلوا فيه كيف هتعملوا بكرة مع الجياد الشهري ما شاء الله حتى المصرح ندخلوا في الأيام الماضية طيب كيف هتكون طريقة الافتبار وينت مكانك وينت مكانك هنختار طبعا ثلاثة من الإخوة بحيث إن هم يتقدموا على طاولة العمل جميل وهنسأل سؤال يعني سؤال في طبعا في الحلول من الأشياء التي تعلمناها من اللي فات طيب هذه عليها يا جماعة مثل ما قلنا لكم 50% بقية الدرجات هتكون على الواقعية والانضباطية وحضور الفقرات والتفاعل معها والربح أحيانا أذكر التغيير الجديد في البرنامج اللي خلى للعقبة وضع مختلف وأيضا لغدا وضع مختلف ولبقية الفقرات وللانضباطية وضع مختلف اللي هو موضوع الخروج واحد غادر غدا بإذن الله تعالى مغادر جديد من الشباب اللي قاعدين تشوفونهم الآن أمامكم من اللي حيغادر ما ندري لكن أكيد إن ابن الضايق وهو يخرج من الباب مع نشيد واحد ما حقول لكم من هو لأنه ممكن ينشد وهو يطلع كمان مع الباب كلكم الله يعينكم الله يعينكم طيب الترتيب اللي موجود ماي في الورقة أبذكره الثلاثة اللي بذكرهم الآن يتوجههم مباشرة للمكان ثم يتوجه لهم للمهندس محمد فيصل عبدالي علي الكلثمي علي بالروية تفضلوا يا شباب تفضلوا خذوا أماكنكم تفضل مهندس محمد بعد إذنك علي البلايان بس استفسار تفضل خمسين في المئة تفضل تفضل على التقييم اللي بيحط المهندس على التقييم بس الآن ولا على حضور الفقرة منهم؟ حضور الفقرة دائم منهم؟ حضور الفقرة دائم الله حمد لله حمد لله أتوقع الانضباطية في الفقرة درجة النهائية كم؟ أبو مهندس محمد أنا أخلي لك المايك تأخذ راحتك أبو راحتك لكن الوقت اللي إحنا قلنا تقريبا كل سنة سيأخذوا كم؟ ثلاث دقائق؟ إن شاء الله أقل من خمس دقائق أقل من كده طيب تكني الله ثلاثة اثنين المايك عندك بسم الله الرحمن الرحيم أول سؤال أنا زبون جبت لك جوال مش شغال أول شيء بتفحصه؟ 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 هل شغاله؟ أصلى أو لا؟ الشحر؟ يعني بنفتح الشحر؟ تمام؟ وبعدين نفحص البطارية نفسها تمام؟ تمام وأنت حضرتك هتفحص البطارية هتفحص البطارية على كم؟ على العشرين تمام فأي فولت وأي مكان هنا؟ على العشرين هنا هذه اسمي الفولت ساب عشرين تمام slows تمام البطارية السلمة تعطينا رقم من كم لكم؟ البطارية السلمة تعطينا رقم من 300 الطاقة حكاة البطارية هيعطينا من 3.7 إلى 4.5 الله يفتح عليك طيب حضرتك طبعا اتنا نقول ان البطارية البطارية بتاعتنا البطارية بتاعتنا في عندك البطارية مثلا كمثال كمثال بسيط جوال زي ده كده تمام جات لنا البطارية على الوضع ده انت حضرت طبعا أول يوم تمام عارفين ان البطارية بتاعتنا بتتوصل طبعا بدائرة هنا في عندنا ست دوائر عندنا كم؟ ست دوائر تمام؟ الدائرة اللي بتتوصل فيها البطارية دائرة اسمها دائرة دايرة الشحن ايه دايرة الشحن في البداية معلش انا بغششهم بس عشان بقف معهم لان الراجل دا ايوه الراجل دا تمام تمام يبقى احنا اسمها دايرة الشحن تمام يبقى احنا عندنا البطارية فيها موجب وفيها ايه وفيها سالب بنجيسها بالليه الله يفتح عليك تمام لا عليك لا التحليق تفضل يا شباب تفضل يعطيكم العافية كيف شفت التعب راح وانا موجود الحد لله حلو يعطيكم الاهب يا شباب واو طيب بعد فصل عبدالي وعلي الكلثم وعلي بالروية نروح مباشرة سماء المانع عقرزاق الفرج واحمد الحبسي مهندس محمد المايك عندك تفضل حلو استاذ كيف الحالة يا شباب طيبين في عندنا اختبار بنسميه احنا اختبار شبكة اختبار شبكة تمام كده بنقول عليه وداء الدناب في اليوم الاول كانت حضراتكم موجودين في اليوم الاول حضراتكم موجود اللي هو بدايته نجمة ها ها نجمة مربع نجمة مربع نجمة مربع 0 06 مربع مهندس محمد بعد ذنك احتاج عبد الرزاق الفرج حاضر تمام اتفضل بعد ذنك استاذ عبد الرزاق اتفضل معي بارك اضافيك خلوا الكاميرا على المهندس محمد يأخذ راحة ويكمل مع الشباب تمام طيب احنا عندنا دلوقت شباب في جهاز كمثال هذا الجهاز هذا الجهاز تمام اعرفنا طبعا امس وفي اليومين اللي فاتوا كيف نفتح الشاشة عندنا الجهاز اللي هو الايفون 4 ايفون 5 ايفون 6 بيتفتح كيف على فوق الله يفتح عليك تمام الله يفتح عليك طب انت حضراتك تعرف تفتح لي الشاشة دي طيب اه او الشيذة بالشفاط ايوه عشان تعرف اذا هو فتح قبل او لا تمام طيب بسم الله الله اخوه كده ايوه ايوه بسم الله ام تحبك مدرر تمام وفي طريقة تانية برضو الفتح الشاشة نفتحها بالطريق الفتاح ايوه مع الجمع ايوه ولا ادخلها الجوة ايوه 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 والهواوي يجي فيه هنا زي العدسة تمام لونك فتحت بجوة يعني الراجل الطيب ده بيفتح بالطريقة الثانية اللي هي طريقة الايه الفتاح ايوه والاكس والاكس لا خفيف ايوه ايوه نفتح ليك لو هي اصلا عليها غيره لو هي عليها ايه غيره غيره بنعمل ايه خفيف خفيف تمام تمام ما شاء الله حتى اللي جي متأخر حتى اللي جي متأخر لانه هو جاوب على الفتاح ايوه طيب انا نذكر نحنا ندهنا عشان في مشكلة فلنية تمام عادة بتكلمه كلمة لكن ما تكلمه في المنهج طيب اذا في شي تكلم ترى عادي لا قوة الله يوفقك ويسعدك وشكرا على هذه المعلومات اللي استفتتنا منها بشكل فضيع جدا 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 الله يسعدك يا رب فارث سيد اه فضل اختبار صيل الشهراني فضل اختبار سلطان قحطاني اختبار يلا الله اكبر فارث سيدك ببارث أنت تكتب ثلاثة ابوة اقول الان اتوتبت بارث بارث كل شوية هنقولون كل شغال كنتو بتمودي وما قلت ليه فضل يا مهندس محمد كنتو حضرتكم موزين امس تمام عرفنا ان البطارية الفاضية بتدينا كم؟ تدينا اسفار اسفار بنعمل ايه في البطارية الفاضية نحطها في الشاحن هذا الله يفتحها ليك ونحطها على حسب الافلاتة حقها نحطها على الله وبعدين إذا طلع اللون الأزرق أيوه يعتبر فيها تمام الله يفتح عليك طيب عندنا فيه ست دوائر في الدائرة ست دوائر في إيه في البورد تمام ست دوائر في البورد تمام خدناهم أول يوم نتذكرهم اللي هي الشحن معلش هدا أيوه والصوت أيوه والشبكة تمام والأستاذ والشاشة والبطارية 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 حيا الله حيا الله حيا الله الله حافظ الجوال كبير شوفوا الجوال كبير مي تفضل مهندس محمد جاء لنا جوال اختبرنا البطارية عايزين نختبر الايه نختبر البورد بنجيس البورد على اي وضع هنا ها على العشرين لا البورد على ثلاثمية ايوة ثلاثمية انت مشاور عليه هذا هو اللمبة بنسميها احنا وضع الجرس هو اسم العلم تحتها وضع الدايوت بس اسمها وضع الايه وضع الجرس حلو خليك معايا واحدة واحدة اعطتني بوردة من ثلاثمية الى سبعمية يبقى البوردة دي وضعها ايه؟ فل تمام اذا اعطتني اقل من كم؟ اقل من ثلاثمية يبقى البوردة دي ما لها؟ فيها مشكلة فيها مشكلة مشكلة هيا؟ لازم تغير لا يا رجل لا لا مغيرها سوي لها اضافة غسيل غسيل فيها دي بس سوي لها مشكلة غسيل غسيل دي غسالة اه هذه غسالة هي دي تمام؟ يعني نضع البوردة لو ديتني رقم اقل من ثلاثمية بنعمل ايه؟ بروح نطلعين البوردة وروح اطينها في الغسالة نغسلها؟ اهي رح نغسلينها بالطنر تمام؟ يطلع معنا الرقم من ثلاثمية الى شبعمية هذا معناتنا وضعه في السيف سايت الله يفتح عليكم الله يفتح عليكم اشكرا الله يفتح علي الله يفتح علي الله يفتح علي يا تك من عابل انا بغاك تقعد مكانك هناك خذ الكرثة الي بالوسطة اتكلم معاك شوي بعد انك والجمهور ممكن ايضا يشاركنا في الحوار محبا احنا عادة لما نجني بغن اشتري جوال ناخذ في اعتباراتنا الشكل والقيمة بعضنا عندنا المشكلة المظاهر طاغية طبعا مفروض قبل ما اشتري الجوال واحد اثنين ثلاثة اربعة عطيني اياها ايش اهم الشغلات طبعا احنا بيجي نشوف بنسمع عن مركات عالمية زي مثلا ايفون عندك الهواوي عندك السامسونج ودول اشهر ثلاث منتجات طبعا موجودين في السوق وهم الثلاثة في سباك اكفاءهم حاليا طبعا بالنسبة للعالم كله هي شركة ايفون ليه لان شركة ايفون بتعمل حاجة اسمها حفاظ على العميل وفي نفس الوقت اجهزتها ثابتة وقيمتها فيها قيمتها ايه فيها انما شركة مثلا هواوي تيجي شركة هواوي شركة هواوي عايزة توزع لكل المنتجات لكل العالم فبتعمل من المنتج بواحد كذا ايه كذا اصدار على اساس ان هو مثلا بيعمل اصدار مثلا ثمن ومثلا ضعيف واصدار ثاني ثمنه اغلى شوية على اساس يناسب جميع الطبقات ويناسب جميع المستوات في جميع البلاد تمام فمش معقولة طبعا جوال قيمته بمتين او تلتمية او خمسمية زي جوال مثلا قيمته بثلتمية بثلتة او او اربعة تلاف او اكيد دوت ليه عمره افتراضي بيكون اطول والقيمة بتاعته بتبقى اعلى والقيمة بتاعته بتبقى فيه انما الجوال التاني ليه فترة معينة يعني بالمعنى اصح ليه عمره افتراضي قصير شوي وضحت يعني اركز بالبداية على على سمعة الشركة بغض النظر عن امكانياتي انا ايوة كمادياتي انا ممكن امكانياتي متى هنيني اخذ ايفون هل اهرب من الهواوي السامسونج وما اعتبرهم خيارات متاحة لا احنا بنقول دي خيارات كلها متاحة اذا كان السامسونج او الهواوي او الايفون خيارات كلها متاحة تمام كده ودي افضل الشركات يعني من وجهة نظري الشخصية ان دي افضل الشركات تعلم السواء العالم كله لكن احنا دي نهاردة بنقول كل واحد بيختار الايفون او الجوال المناسب لاحتياجاته لاحتياجاته هذه نقطة مهمة جدا انت ممكن تاخد جهاز بأربع الاف تمام تمام ويكون احتياجاتك كثيرة اه احتياجاتك في حاجات كتير مش هتستفاد منها في حين ان في واحد اخر مثلا احتجاته بسيطة واتساب او حاجات بسيطة خالص كده ممكن يجيب جوال مثلا بقيمة متوسطة تناسبه وتبقى معه زايد ان انا برضو عايز اوضح حاجة من الافضل انك انت يعني انك انت تكون عامل حسابك ان ان الجوال معك مثلا سنة او سنتين وتغيره سنة و سنتين وتغيره اه طبعا عشان يناسب كل البرامج والتطبيقات الحديثة طيب عشان تحلك مجال تقيم براحتك وتضع الدرجات اخر حاجة بتكلم عنها واكيد ان يتهم كثير من الجمهور اللي قاعدين يتابعون الان الا وهي الحماية كيف احفظ جوالي واحميه من انه يجي احد يخترقه او ياخد الداة اللي عليه والكلام هنا برضو للبنات للأولاد الشباب اكيد طبعا اكيد طبعا اكيد طبعا في الايفون طبعا بيبقى معروف الايكلاود الايكلاود هو تعتبر الحماية بتاعتك لان في نفس الوقت انت الوحيد اللي بتمتلك الباسورد والاداة و كل المحتويات اللي موجودة داخل الجهاز ولذلك احنا بنسمع كدير اول الواحد لو ضاع منه الجوال بتاعه اتجفل ايكلاود الناس كلها خلاص مش هيتفتح و في نفس الوقت سهل انك انت برضو تمسح كل البيانات اللي عليه لان شركة برضو شركة ايفون دي من ضمن الحاجات اللي بمميزات موجودة في شركة ايفون انما انت لما تيجي تبص مثلا لشركات مثلا زي هواوي او سامسونج الشركات دي دائما و ابدا بتبقى برضو سهل الاختراق فيها تمام فايه اللي بيحصل حمايتها مش عالي اه حمايتها مش قوية زي ايه زي ايه زي ايه طيب برضو نحنا ممكن نبدأ لكن برضو ميجي نقول ايه نقول طالما انت بتحط باسورد بتاعك وبتأمنه دايما اختار حاجات مشفارة تكون صعبة مشتريخ ميلادك مشتريخ ميلادك مثلا رموز حروف رموز ارقام الآن الروابط طيبة اي رابط افتحه يقول لك اذا كان الرابط امن اللي هو عليه علامة قفل في الوابط اذا ما لقيت علامة قفل اطلعها هذا صحيح الهذا الشي صحيح معنش نقولها تانية مرة تانية الآن جاني رابط انت رسلت لي رابط في الوكساب تمام تمام جيد دخلت فيه قفل اه هذا معناته انه امان ادخل الرابط اذا ما فيه القفل هذا اللي موجود فول يبقى فيه مخترق ممكن يحصل فيه اي اختراق هل هذا صحيح المعلوم ميامينية حقيقة في بعض المواقع طبعا في بعض المواقع انت فهمني زي ما تكونش مؤمنة تأمين كامل لانها بتبقى فاتحة مثلا اعلانات ان ده يحط اعلان وده يحط فبقى بكونش فيها التأمين الكامل وفي بعض المواقع ترى لها مواقع بديلة تبقى مواقع ديت مواقع ديت زكاء نوعي طبعا بيجفل اي شيء فيه اي اختراقات او فيه اي كذا اخر حاجة نحذر من بعض التطبيقات وتحميلها لانه ممكن تعمل لك مشاكل في الجوال مش كل التطبيقات انت مش اي حد يبعث لك صورة انت فهم زي غير لما يكون انسان انت واثق منه وعارفه تفتحها مش اي واحد يبعث لك رابط تروح داخل على طول لا لازم تكون متأكد ان الانسان اللي بعت لك الدعوة دي تكون عارفه كويس وفي نفس الوقت يكون عندك سكر لانك انت بتعرف طبعا بتشوف الطوابق المعروض دلوقت كتير جدا ان ده بيعرض مثلا ايه ياتك العافية ماشاء الله تبارك الله شكرا المهندس محمد تفضل ياتك العافية ذكر اللي قاعدين يشوفونا الان في هاللحظة الفرصة 22 هو الهاشتاج يا جماعة اللي حاب يربح معانا جوال ممكن يخمن يخمن واحد من اللي ايش من السبعة من السبعة اللي هيطلعوا هنا واحد فقط تمام واللي يكتب لي فلان ويحط لي ثلاثمائة الف نقطة ايه في ايه تمام فاللي يبغير يربح جوال يقترح يا جماعة من الآن او يخمن من الآن بيضى الواجهك شكرا لك يعطيك العافية نسبة الرضا ممتازين والله والله يعني كله تمام شطار حبيب لان خليبان حضرت ده يومين يعني عارف انت يعني هم مكتر خيرهم وفي نفس الوقت انا عزينهم لان في اسئلة عنديهم برضو مش لقين ايقباتها في حاجات برضو اكيد مخبية عايزين يعرفوها الله يبارك فيه الله يبارك فيه الله يبارك فيه الله يبارك فيه سلام عليكم شكرا لكم يا شباب على تفاعلكم ما شاء الله تبارك الله الدورة هذه انا لاحظت فيه اختلاف كبير جدا ابتداء من الاهتمام وايضا لما شفتكم وانتوا قاعدين تجاوبوا انتوا كنكم واثقين من كلامكم انتوا قاعدين تجاوبوا هذا معنات ان الدورة كانت مفيدة جدا لكم واتمنى مثل ما كانت مفيدة لكم تكون مفيدة ايضا للي قاعدين يتابعونا عبر الشاشة واللي قاعدين يتابعو المقاطع ايضا في تويتر وبنروح للفاصل وبعدها بنرجع لفقرات مهمة جدا من اللي توجع البطن بعض الاحيان موسيقى اضحكي الله واجتز عقبات الدنيا كن انت النادر حلق بفضاء حلق بجناحي طائر اعطي الدنيا انجازا قم هيعطيها لو انها حياتك واختر انت الالوانان لا تحجب فرحا افتح بابا للنور اهلا بالفقلم يعاد البهجة حانا وانت الشعلاء وان اشتدت يجور لو انها حياتك واختر انت الالوان لا تحجب فرحه افتح بابا للنور أهلا الفألم يعاد البهجة حانا أولئان تشعر وإن اشتد تتاجون اضحك يالله هذا الجوال راح للفائز أو الفائزة في فقرة المخطط اللي كانت من يومين يلا تنذكر من اللي ربح معنا الجوال يا جماعة ومثل هالجوال حيكون فيه جوال ثاني لهذه الفقرة اللي حيخمن اللي حيتوقع واحد فقط من السبع اللي حيكونوا موجودين معنا بنقول له مبروك عليك الجوال حلوين من اللي ربح طيب ذكرونا فيه يا جماعة وذكرونا برضو طلعونا على الشاشة الرائع الجميل اللي قدم لنا الجوالات ما شاء الله تبارك الله ما عندهم لجوال وراء جوال جوال وراء جوال سرايا للتصلاة سرايا للتصلاة يا طيما العارفين شارع عائشة شارع عائشة البديعة مخرج 25 شارع عائشة عندها ببكر مقابل ميزان العظيم لا يوجد لدينا فروع أخرى يكفيك منه في البديعة ما يا قلبي الله البديعة البديعة الهلال قلوه الله أصدق ما أدري أنه هنا أنا أعرف شارع الصحافة بس أحنا والله بس أحنا بس أحنا بس أحنا بس أحنا بس تقارير ولا لا قابل التقارير يا جماعة نروح مباشرة قلنا لكم أن الجزء الأول علي 50% تمام شكرا علي علي 50% اللي هو الدورة والاختبار اللي كان فيها الآن جينا لفقرتين مهمة جداً ومن خلالها حنتعرف على 50% الثانية الفقرتين هذه وحدة ترويحية ووحدة توضيحية للشباب عن أداءهم في البرنامج في الأيام الماضية هالأوراق بتروح لكل واحد فيكم والجمهور أيضاً حيشارك معنا أكتب أو صف واحد من الشباب اللي موجدين بكلمة وحدة إيجابية الله اليوم إيجابية إيجابية علي الكلثمي أجودي علي بالروية كريم سلطان شجاع يزيد مقدام عصيل شقردي نعم عبد الرزاق فدائي الله بسامة المانع عسل عسل الله فارس سيد لطيف لطيف أحمد الحبسي مبدع مبدع علي الكلثمي أفطورة لا واحدة قلنا يا بوي يجمع ميزة سيمتورة فاصل عبدالي فاصل عبدالي نشمي فاصل عبدالي القلب الحنون متزن متزن طيب نبغاكم يا جماعة شفت الكلمات الكلمات اللي أنا قلتها لا كلمات ولا واحدة تنكتب منها أحرقتها يعني تمام ولا واحدة تنكتب من الكلمات اللي أنا قلتها شوفوا لكم أي شي ثاني خذوا راحاتكم مياتك العافية سلطان بيض اللوجيك مع الأقلام يعني نكتب شخص واحد يلا عطونا كده باقراوند جميلة أجماعي لما تروح الأوراق ولا والأقلام للشباب باقراوند خفيفة بتفضل أحمد الحبسي نكتب شخص واحد أيوا أيوا اختار واحد واكتب كلمة ما تختار للشباب كلهم وتكتب لي على عددهم كلمات لا انت جامت أخر باقرا شرح لك أيوا فلان شيء إيجابي يعني واسمي حاجة جميلة منهم لا اسمك لا ما 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 أحتاجه ما أحتاجه يعني عشان تمدحوا وقت السلبيات تبعونه سامينة وقت الإيجابيات ما تبعونها يا صدي قاعد لي على التكة خاطره من تكة اليوم يا فارس شرط فارس باقراند خفيف كده حلو لا 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 يعني حشان ما ما يبغل أجاهل حلاص ما الذي يعطيك يا بو صارح؟ عادي يا حبيب دعا شان وليب شكرا حبيب قلبي ليه لخلصهم الشباب برك براهم تعال معي اللي يخلص يجي معي شكرا الشباب قاعدين يفكروا واحد وكلمة حلوة واحدة يا شو ده كم ستكتبونكم فالح شكرا كتبت فل сложно اكيدة كثير خليك ماني ما اخدها ما كتبت والله و الله ما كتبت کس ما كتب؟ ما كتبت ؟ ما كتبت شبك اي يا لا تكتب انا مابغاه في احد باقي؟ لا 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 zastقي لا تبعكوش تحيكوش مثير Nie واحد فرنق وجودك يلا حتس في طفل ضائع يا شباب نسل خلصوا الشباب نقوم خلاص ما بقل ورقة واحدة شكراً يعطيكم العافية طيب يا شباب نقرأ مباشرةً عالي الشيخ عالي يلا الله أخبط الأوراق عشان يا جماعة أنتوا لاحظت وأنا قلت كلمة واحدة ولا لا صح طب لماذا قلت من كثير؟ حبارة أو شيء لا أنا ما قلت حبارة قلت كلمة واحدة قلت كلمة واحدة الله عليك الله عليك منتزم تماماً أيوه ما عليك سامق لي أنا كذب وحطي التنصيص والله لا أوريها بالله دا كلام فيها حتى تفهم شيء يا يا؟ إيش دا؟ من اللي كاتب بالخدة؟ لا أقرأتك المشكة ما أنا أعرف أقرأها والله آه سلطان القحطاني واحد يقول ثناء فيك يقول بين ظفرين أخوي الله على الكلام الجميل سلطان عن الكلثبي وافي الله أنا شهد أنا شهد أنا شهد فارس أنت صاحب قلبي جميل جميل فارس صادق معلصد أصيل الحب الحبوب سلطاني أشهم سلام آه انا جاهب لادا خد المجموع علي الكلثمي نجم احمد الحبشي رائع والسامة عصل العبدالي رائع يزيد وافي وصادق فالح طيب والمخرج جميل والمعد يجنن طيب يعطيكم العافي بيضا لو جيهكم ما لاحطوا شي يا شباب ما لاحطوا شي والله جد والله العظيم انه وانا شوف قبل النظر لو جيهكم وانا اقول الكلام والله اني فرحان وانا قاعد اقرأ الكلام انا فرحان والله يا جماعة اغلى ما يملك البني ادم هو قلب القلب هذا اذا الشيطان هزل شوي سحوذ على بعضه والله الحياة صعبة شوي لكن اذا نضف وتمنى الخير للغير وبدأ يرى الجانب الجميل في الصحبة اللي موجودة معاو في الرفاقه انت اكثر راحة من الغيرك حتى وانت اللي ايش انت اللي تعفو انت اللي تسامح انت اللي تثني انت اللي تمدح هتكون انت من جواك فرحان غير الفرحة الكبيرة اللي بتدخل قلب اللي قلت الكلمة في حقه فبيض الله وجيهكم يعطيكم العافية شكرا التقارير بعد ما فرحناكم جاءت التقارير يبرغونك يصبونك كب طيب قبل التقارير يا جماعة النشيد النشيد اللي اللي هيكون في الوداعية في البرايم سلطان هناخد كده بيت وبيتين مننا سلطان موجود عندك؟ موجود موجود ممكن تذكرنا كده ببيتين مننا اول بيت بيعطيك كوي شطر شميحك انتو تتشرطون الحين لا مجارع ثم البيت لول بس ثم البيت لول يقول اه لو ان المفارق بيننا نقدر عليه كم ما شئنا الخواطر الضائقة بعد الساعة؟ الله 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 يعني هذه بكرة بنسمعها ملحنة ان شاء الله لما نجي نودع واحد مننا واحد من الشباب اللي موجدين هنا بكرة مثل هذا الوقت تقريباً هتكون الاوضاع مضطربة القلوب تخفقوا بشدة العصاب شوي مشدودة قرب الوداع لواحد من الشباب اللي موجدين امامي التقارير موجودة يا جماعة حتى لا نطيل عليكم انا بانزل بعد اذنكم فاخدوا اللونغ كده عشان نتحرك ادى ادى اقوى كنوز فيك يا بلد ما شاء الله تبارك الله طبعاً ابرزيقة جاء الكاميرا جاءت عليه جاء الله خير هو تعبان برسة يعورة صلى الله عليه نجد له العذر عشان لاحد يجي يقول وش فيه قالب وجهه اكيد فيه احدهم ضايقه لا والله الرجال بيض الله وجهه يعني قعدته هنا بعد الالم هذا انا لو عندي الالم هذا تلقاني في مش ليش في المملكة والله ما تحمل احمد الحبشي عيوني ما تشيلوا كاميرا من العين ايوا كده خلوني اتحرك براحتي انا اشهر فيه فارس ما ادري انت ناجح ولا لا اقرأ يا ابو ليانا يزيد موهنة عالي بالروية ايوا يا يلا 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 خدوا راحتكم اصيل موهنة في الصلاة ابدلي تمام عالي الكلثة من هناك اصيل فارح يزيد صامح المانع وينه والله ما عليش انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف امامكم دقيقة يا شماعة تقرؤون الورقة رجاءا الورقة لك بمفردك ما لنا اي كل اللي موجودين يشوفونها رجاءا ما نريد ان ننبه مرة اخرى الورقة لك الحالك ما لداء الكل يشوفها يا ابو قلبي ممكن صوت بس يهدى الوضع شوي بس سوى بس التوتل من كم التوتل؟ التوتل كامل حق النقاط من كم مش عندي اذا في اي حاجة زي كده ممكن تكلم مباشرة الشباب في الادارة طيب لا امك اجابة الان تبغوا تجول الان؟ الفقر الاولى 50% او الا لا؟ الواقعية الرياليتي 4200 4200 4200 الانضباط 700 درجة المبادرات 300 درجة وفي الرصيد الخفي اللي ما احد يعرفه ابدا الادارة قاعدة تتابع اول باول فضل الان الفقرة 50% هذه عليها اللي هي صنعة في اليد 50% من درجات ذي ولا 50% غيرها مختلفة يعني لو قلنا 4200 و 15200 يعني 10400 من ضمنها 50% ناك طيب يا جماعة بعد اذنكم التقارير اريدوها اريد التقارير بعد اذنكم خلصتني شكرا 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 يا طكم العافية شكرا لمن بادر وانجاب التقارير ومن جمع التقارير بقى احد بقى احد عنده تقرير يا شباب طيب اذكر الجمهور عبدالرزاق تفضل مين نمسوا بدا طيب والله اشوف من حقك تمام من حقك لكن برضو من حقك انك قبل ما تتكلم انك على دلتشغل معك شكرا لك اقول لك مين مين يحط هذي مين اللي حط الدرجات مين مو بعندي الموضوع ممكن توجه كلامك للإدارة يا اخي ما عندك سال تمام حط الدرجات دي ما عندك سال لا لحظة لحظة مرة الاولى مصخرة وعدت مرة ما عندك سالفة يا اخي والله العظيم اللي جالس يصير واحد واحد والله اللي جالس يصير والله العظيم هذي انا سميه هذي درجات من يسويها شلون الريالي تعطونا هذي الدرجة شابونا نجينا ندرج يعني انت عندك اعتراض لا اعتراض ولا شيء خلاص يا حبيبي اقفلت طيب ماشى 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 كلمني عينك معي بعد انك حبيبي انا اقول لك انا رجالة اذا من اضع هذا هذي من اين يجيبونها هذا خبيبي او شنوان في شي ثاني في شي ثاني الله العظيم واحد واحد انا خلاتك تتكلم قطعتك شفت عيني راحت عليك والله خايف بكرا يقولون والله بكرا خايف يقولون انك والله جالسة تصرخ على وليد بصار لا يا حبيبي خلينا اقول لك حاجة انت لما نجي تتكلم انت لما نجي تتكلم انا وين كنت ناظر جاوبني نظرني نظرني أنا لما نجي تكلمت كنت وخرت وجهت لا 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 معاك انا ناظر شو؟ عندك احتجاج مجال مفتوح للإحتجاج عادي صلى الله الله عندك شكوى فقرة القناص متاح لك يا أخي القناص هذي والله العظيم هذي القناص بس يبوني جلدوني يمشون ماشي ماشي أنا شوف أنا أقول لك إياه قدام الشباب أنا لا تشيل همي أنا لا تشيل همي آخر واحد تفكر فيه في البرنامج ذا كله وليد لا والله محشور خذ راحتك أنا من جوايا والله ما في شي تدري ليش لأني والله يعارفكم كلكم وعارف اللي جواكم ما تطمر والله من الناحية دي مرة استاذ الفافل الله يقصد هو ما يتكلم مشوي لا لا فهم فهم يقصد اللي عدة درجات مصد إذا أحد تكلمه ولا شي قل لك وليد قل لي وليد قل لي عبد الرزاك ترانت وليد ما في فرق يا أخي انت جميل حبيب الله خليك والواحد ما وديه غلط يا أخي متأكيد والله العظيم في حاجة مهمة أفغى أقولها يا شباب أذكر الجمهور أولا بإمكانكم تتوقعوا واحد فقط من السبع اللي حكونوا موجودين هنا وتدخلوا معنا وتربحوا جوال مقذمين ما تحطوهم على الشاشة يا جماعة ما تجركن سرايا لاتصالات البديع عام آخر 25 شارع عائشة بنتبه بكر مقابل ملزان الأضاء لا يوجد لدينا فروع أخرى تمام نعطينا جوالات في المخطط دائما عندنا جوال واليوم حطيهم فقط هالجوال يقولون بني بنشوف تفاعل الجمهور مع توقعاتهم السبع اللي حيكونوا موجودين قبل ما أروح وأبدأ أطلع الشباب اللي موجودين أبغى أقول كلمة في حقكم كلكم وأبغى أقول كلمة للإدارة حنا شاركنا في برامج فيها شد والله أحيانا غصب عن الواحد يتكلم لما يروح يهدأ يقول أنا شلون تكلمت الكلامة كلنا شاركنا والله نعصب ونحمق وحالتنا حالة ثم نقول نحنا شلون قلنا كده فأنا أعذركم وأتمنى أنه الشباب كمان يعني يعذركم شوي الضغط اللي عليكم كبير ما في شك هذا قبل الخروج فما بالك بعد الخروج يعني بكرة برايم بعد ما غادر واحد بكرة يغادر واحد ثاني فالضغط بيكون أكبر وأكبر قبل ما أبدأ أقول تفضلي فلان وتفضلي فلان النجاح للجميع وإن كان من خطأ فلا يتحمل واحد فقرة القناص أنا أحبهم كمقدم وناقد والله أنا أحبهم ومعجبتني طريقتهم وشخصية تركي هو يتكلم أنا دايخ مع الموضوع ده مرة أحبه قالوا كلام في آخر مرة أنا أحبه توضح ما عندي اعتراض على كلامهم لكن أحبه توضح فقرة المخطط اشتغلنا فيها كفريق وإن كان من خلل فعلى الفريق أنا وليد أتحمل جزء لأنه الكلام كان على الإعداد الكلام كان على الإعداد لأنا أتحمل بما إني في الفريق أنا أتحمل مثل ما يتحمل الإعداد فإذا كان فيه مشكلة في الإعداد فأنا عندي أيضا مشكلة وأبغى أحيي وليد الحنفي وبقول لكم ليش أحيي حيوه معايا بعدين أقول لكم ليش وليد العمل اللي كان يقوم فيه يعني عمل كبير ما يقدر واحد يعمله عشان كذا نحن كفريق كان عندنا شوي يعني قصر لكن نعدكم إن شاء الله في المخطط القادم حن كفريق نكون أفضل إن شاء الله مع الحب للناق التركي وللمقدم محمد مع حفظ الألقاب لأنهم والله لما انتقدوا المخطط نبهون على أخطاء حن فيها وهذا الهدف من الفقرة واحد من اللي حينورنا هنا لا نبي نصفق لك أول لأنك قامة إعلامية أمانة نتعلم منه لا يا حبيب اشتاهم حبيب الله يخليك الله يسعدك في الواقع في بقية الفقرات اللي قدموها النجوم اللي موجودين في البرنامج فضل؟ فضل؟ أنه يكون عندنا مغادر غداً حيكون عندنا مش مغادر واحد بكرة نقدر نقول اللي باقيين فقط عشرة بعد ما كانوا 12 أصباح وعشرة وبعده تسعة ثمانية ما أدري لمتى لكن نهي أروحنا من الآن كجمهور كمتابعين كمشاركين في البرنامج على أننا غداً مثل هذا الوقت حنكون مودعين لواحد من الشباب اللي موجودين هنا أول واحد حينورنا وضعها حيكون إما من الثلاثة الأوائل أو الثلاثة الأقل درجات طب ثلاثة وثلاثة بقى واحد ده في المنطقة الرمادية أموره طيبة متى حنعرفهم غداً إن شاء الله في الحصالة واحد نورنا يا ناخد توقعات ورد قلبك الله طيب وقلبك أبيض ما عليك يا وليد أحمد الحبشي قاعد تتكلم مع من والله العظيم أنا قاعد تتكلم مع فارس أطلعه فارس مو فاضي لك حيجي عندي هنا لا سلام تعال 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 ما عليش تمام لا تسأل مني تعال أوقف شوية وجرب اللحظة بعدين أرجع تعال 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 أرجع صح؟ لا أجرب اللحظة بعدين نرجعيه يلا اللحظة حلوة؟ لا والله مي حلوة والله العظيم الوقض هنا مي حلوة؟ أبداً والله بطني تضيمني طب تخليه؟ والله ما أبخليه أرجع لا أبخليه أرجع أرجع حبيبي اللي ما أخليه أنا قلت لك حتيجي و حتيرجع ما عليش يا فارس ينادي لي مين؟ ينادي مين؟ أنا نادي أحد منه لا أنا أبغى ينادي واحد أنا ما يرجع كذا يلا يا فارس قلوا اللي جنبه بها هو يا ذا يا ذا واحد منهم من الأقرب نادي البعيد أجل سامة خبّل طيب حتى الآن عندنا فارس سيد و سامة ألمانة أذكر يا جماعة أن وجودهم هنا مو معناه أنهم من الثلاث الأوال قد يكونوا الأقل درجات مين؟ والله أعطانا بيت قبل شوي من هذا؟ اللي أعطانا بيت قبل شوي إذا عاد البيت أطلعه؟ ممكن تعد البيت بعد ذلك يا سلطان؟ إقوي لا 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 كم ما شفنا الخواطر ضايقة بعد الساعة ما يضع لوجهك ما شاء الله ثلاثة حتى الآن قد يكون الأقل درجات وقد يكون الأعلى درجات ما ندري حتى الآن التوقعات مفتوحة حتى الآن يا جماعة اللي حاب يتوقع يكتف في الهاشتاغ غير الثلاثة اللي موجودين طبعاً أها أكيد مين؟ أحمد الحبشي من أقرب واحد لك؟ عليك الزمي خلي قومك خلي قومك أنا أبقى ومعادي مشكلة طبعاً أنا أحمد الحبشي يا أمي يا أمي ما شكل الصمات تعال يا أمي تعال معنا يا أخي والله شوف البرنامج ده لخمة أنت تطلع ما أدري تفرح ولا تسأل ما تدريش هالوضع بالضبط واحد اثنين ثلاثة أربعة بقى ثلاثة ينورونا منهم الأعلى ومنهم الأقل درجات يا أبهر نبف نوني يا رب لا تسأل يا أمي صين الله باي أنت متعجد الله يكب خمتي لا أضحك الله لماذا؟ عيد دي فالح بجد أريدك تكون هنا؟ والله يا وليد لا مرة 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 أنا والله بحقق لك أمنيتك لكن غير اليوم تعال نوري يا حبيبي غير اليوم ممكن تتحقق غير اليوم بقى ثنين يا جماعة شباب اللي بغى نتعرف بعد شوي على الربح الجوال مو معقول نختم الفقرة من غير ما نقول الجوال الثاني حيروح لمين؟ ها؟ ها؟ ناخد تصويت أول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بقى ثنين يا جماعة وذكر أن اللي موجودين هنا ممكن يكونوا فرحانين لكن القادم حاجة مش حلوة اللي قاعدين هنا مبسوطين ها؟ مبسوطين خلا مرتاحين نوعا ما لأنه باقي كم؟ باقي ثنين ثنين منهم حيطلعوا هنا حينورونا حيكونوا في دائرة الخطر المفرحة ما أنت عارف أنت مع الفوق ولا مع اللي تحت الجديد القادم إلينا حيكمل المجموعة مع دواحد مين؟ الله 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 إش قلت؟ عالي الكلثمي قلها وانت واقف عالي الكلثمي عالي الكلثمي مش مكتر أحبه يلا لا يحيين ما نبنى إن شاء الله قل لهم مرة ثانية عالي الكلثمي عالي الكلثمي ما يطلع خلقك عالي بالروية هو عالي لكن بالروية هذه المرة عندي صيحة حضي عجاجة والحبايير بقراطيس حضي عجاجة والحبايير بقراطيس أنا لأخير هذا الأسبوع أذكر اللي قادرين يتابعونا نضموا لنا مؤخراً إن اللي موجودين هنا قد يكون من بينهم الثلاثة وأكيد من بينهم الثلاثة الأعلى وحيكون من بينهم أيضاً الثلاثة الأقل الدرجات لكن باقي واحد ينورنا باقي واحد ينورنا ويدخل دائرة الخطر الخطر اللي يفرح يا جماعة بسألكم السؤال في واحد ما عمره طلع المكان هاي منهم؟ يزيد وفيصل منهم؟ يزيد وفيصل والله في واحد ما عمره طلع يا لطيف فيصل عبدالي ومين؟ يزيد يزيد نعمل طلعت أبداً مستانس هنا أنا تاكي هنا مبسوط مريح ها؟ طيب فيصل عبدالي يزيد الثلاثة واحد منهم حينور يعني أنتوا براعة اللي حينور واحد منهم ممكن ينور ترى الديكور يعني لا إله إلا الله خاصة بناء إبلا إذانا خلينا نجبه ممكن ينور الديكور يعني مو ينوروا هنا عادة والله ينورت المكان يا يزيد الله ينور أياما ونورت المكان يا عصي الله ينورج نورت المكان يا ونورت المكان يا عبد أنا أساسي يقول أنا فيصل عبدالي ونورت المكان يا عبدالرزاق بالله صر مقدم يا أخي أنت تموت في خصم الدرجات ولا شوضعك بالضب ما تبعد عني طيب العبدالي الكلثمي الفرج صغيبي شهراني واحد منهم حيكمل المجموعة اللي بينهم الأعلى درجات والأقل درجات واحد في المنطقة الرمادية راحبوا معي بالقادم الجديد اللهم اسم الله ما هو من الجهادي الحمد لله الحمد لله يا الله فيصل من هنا أحسن أزيد أبرزاقة من هنا من هم آخر مرة آخر مرة بعد ذلكم عشان نتأكد عشان نتأكد آخر مرة هل بيكون اللي ما عمره نوري نورنا بعد شوي راحبوا معي بالقادمة سعيد راحبوا معي بالقادمة ايدي عندك وقت ممكن ممكن بعد ذلك عبد الرزاق الفرج تعال حياتك الله الله خوية ما يخلي خوية شغل معك بسرعة تعالوا صفوا حافظوا على مكانكم حافظوا على مكانكم شباب كل واحد أبس ألا كده يجاوب على طول أقل أعلى توقعات أقل أعلى علي من الأقل ولا الأعلى أنا توقعك أتوقع أني الجوكر الرمادي الأقل ولا الأعلى الأعلى أنا قلت لك أدعي توقع أعلى أحمر أعفوا الأقل أهل مانع لأعلى شباب بقول لكم حاجة بس لا ينتبهوا أعشاني باسم أنا مشغل دم دم عندي علي بالروية علي بالروية يقول أنه يتوقع أن من الأعلى فارس الأعلى أحمد الأقل الأقل درجات سامة الأعلى الأعلى درجات سلطان لا بين هذا ولا بيننا لا لا يجب أن تقول أهل أو أقل الأقل الأقل درجات عبدالرسيق الفرج الأعلى الأعلى Dرجات رجح الأعلى يعني يزيد علي الكلثمي أصيل من تتوقعه واحد فيهم فقط هو الأقل درجات توقع فقط وقت بولسيقة بولسيقة يزيد سلطان سلطان علي الكلثمي والله أول شيء برايم غريب والله ما تمنى واحد من المسأل الأقل درجات يلا فالح فالح صيل آخر المتوقعين فالح طيب أعطكم العافية أنا أشكركم بصراحة على يعني الأداء الجميل أولا في الدورة التدريبية والأداء الجميل في الامتحان وأشكر الشباب اللي موجودين غدا إن شاء الله هتكونوا في الحصالة أرجو من الجميع البقاء في مكانكم لا تتحركوا حتى نتعرف علي للربح معانا الجوال في الهاشتاق عطوني فقط من هو عطوني فقط قلولي والله صاحب الحصاب هذا هو اللي حيروح للجوال من هو عندنا جوال في المخطط راح وعندنا جوال ثاني الآن حيروح لي ما حطتوها الشاشة والله يعطيكم العافية من اللي ربح معانا في الهاشتاق يا جماعة اللي فازت في المخطط بالجوال مين؟ أم عبد الرحمن أنتو هتكلموها مباشرة اليوم اليوم مين؟ من هي؟ أم عبد الرحمن هذي في المخطط ولا؟ ولا حق اليوم؟ أه المخطط المخطط مع عبد الرحمن قبل اليوم نقدر نقول مبروك لمين الجوال الثاني يا جماعة؟ روان مبروك يا روان ألف ألف مبروك كانت متوقعة لأحد اللي موجودين عندنا نحنا كده انتهى وقتنا يا جماعة قولي علي عشان الوقت ناجم الجمهور ودرع الأفضل بقي موجود لا زادا إن شاء الله مع الحصالة وزياد الشهري بإذن الله تعالى حتعيشوا وقت فيه الشد وفيه الفرح فيه الاحتفالات وفيه الوداعية الأقوى بعد أيام عشناها ما كان يغادر أحد غدا بنتعرف على مغادر جديد البرنامج شكراً ركم سرايا للاتصالات وبيض الله وجيكم وشكراً للشباب جميعاً ويا الله والله ما قدر أردك يا سلطان قول أدرع الأهمية ولا ما أدرع الأهمية؟ هيا السؤال انت كده كأنك يعني انت قللت من الفقرة ما قللت يا أخنا كده نعطيك درع وما له أهمية حلا بيض الله وجه شنون؟ لأنه اختلفت قوانيطه الدرع له أهمية للمزيد إن شاء الله غداً في الحصالة ماجهد الشهري وأنا أشوفكم على خير في أمان الله واذبت على شاشة الواقع وجودك واركسم الإبداع أبهرنا بفنونك لا 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 تضيعها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر